نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد عن إصدار قرار بمدى التسجيل لطلاب شهادة الثانوية العامة في اختبارات القدرات لفترة جديدة وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صح حال Christine لطلاب شهادة الثانوية العامة في اختبارات القدرات لفترة جديدة مشددا على أن الموعدة النهائية لطلاب شهادة الثانوية العامة لتسجيل اختبارات القدرات للكليات التي اشترط القبول بها اكتياز اختبارات القدرات ينتهي اليوم دون وجود أي نية لماد التسجيل لفترة جديدة استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقارير المنظمات والمؤسسات الدولية بخصوص حالة الأمن الغذائي العالمي حيث وصلت المركز الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو حول حالة الأمن الغذائي في العالم وأشار إلى معادلات عدم الأمن الغذائي وسوء التغذية بجميع أشكال في أنحاء متفارقة حول العالم أكد التقرير أن النظم الزراعية والغذائية لا تزال شديدة تأثر بالصدمات والاختلالات الناشئة عن النزاعات والتقلبات المناخية والظواهر المناخية القاسية والانكماش الاقتصادي أوضح تقرير أطلقته خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة أنما يصل إلى 733 مليون شخص واجهوا القوح حول العالم في العام 2022 في أعقاب جائحة كورونا والصدمات المناخية المتكررة والصراعات المنتشرة شكرا 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 شكرا